سيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية من الفضائية الشادية من أنجمينة دعما للعلاقات بين البلدين شاد وتركيا التقى صباح اليوم وزير التعليم العلي والبحث والابتكار البروفوسير مكاي حسن تيسو وفدا تركيا بقيادة السفير التركي لدى البلاد الهدف من المقابلة هو تقوية العلاقات العلمية بين البلدين تقرير زميلة سوريا زميلة سوريا محمد بمه في إطار العلاقات الأخوية التي طربت دولتين شاد وتركيا في العديد من المجالات لا سيما مجال التعليم العالي والبحث العلمي هناك وفد رفيع المستوى يتزعمه السفير التركي أحمد كاباس ونائب مدير جامعة كارابوك إبراهيم كرتل استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي أبروفوسير مكاي حسن تيسو الذي تطرغ إلى الهدف من زيارة الوفد التركي نحن الرئيسية التي تطبيقها في العديد من ثم الموجودتات التي تت lacie إبراهات في الذهاب وقد خضع الطلاب الحائزين على دريات التفوق إلى اختبار تجريبي لتحديد مستوياتهم العلمية علما بأن عددهم تراوح 428 طالبا وطالبة 300 منهم فقط سوف ينالون الملح التركية في العديد من التخصصات العلمية بجامعة كارابوك العريقة ترأس المدير العام للتعليم والتدريب بوزارة التربية الوطنية ومسهل الوزير ترأس مناسبة تقديم جوائز للمتفوقين في مسابقة الرياضيات اللي انظمتها سنوية إتوال لابولير بهدف تسجيع التلميذ الاهتمام بمادة الرياضيات تقرير محمد حسناد جاءت هذه المناسبة بهدف تقديم جوائز للمتفوقين في مسابقة جوز للرياضيات التي نظمتها ثانوية إتوال بولير وذلك بهدف تشجيع التلاميذ على الاهتمام بالمواد العلمية لأسيما مادة الرياضيات حيث جاء في المرتبة الأولى الطالب لول يوسف محمد من ثانوية ابن سينة وتحصل على كتب دراسية ومبلغ مالي بقيمة واحد مليون فرنك صفا كما تحسل كل من الفائز الثاني والثالث والرابع والخامس على جوائز ومبالغ مالية متفاوتة مدير سانوية إتوال بولير رهي كياك بستاف في كلمته بهذه المناسبة شكر الجميع من ساهم في إنجاه هذه التظاهر السقافية والتربوية المدير العام للتعليم والتدريب بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة محمد البخاري أمر من جهته أكد بأن هذه البادرة توافق مأسياسة الحكومة الرامية إلى نهضة المدرسة الشادية وتعزيز ثقافة الامتياز مضيفا بأن الوزارة ستدعم الجهة المنظمة لهذه المسابقات للمضي قدما وتحقيق الأهداف المنشودة الخاصة بمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة للمعلومات وانشيروا بأن مثل هذه المسابقات تصهم في تعزيز ورفع قدرات التلاميذ وكذا تشجيع البحث الإلمي والابتكار نبقى بإقليم شهر الأوسط حيث أطلق للمين العام لإقليم شهر الأوسط أعمال الدورة التدريبية المتعلقة بالرعاة في دول الساحل بمشاركة خمسين مشاركاً تقرير محمد صالح حسين وقراءة آدم حسن المكاول الثروة الحيوانية والزراعية من أهم قطاعات التنمية بالبلاد لذا وجب تحدثها لذلك جاءت هذه الدورة التدريبية التي ترمي إلى تقوية الكفاءات في الأقسام التنموية والريفية بشكل كلي وبالتحديد المجالات الزراعية لمالك الثروة الحيوانية في كل من إقليمي منذل وشهر الأوسط وبهذه المناسبة قدمت المندوبة الإقليمية للتنمية الريفية بشهر الأوسط السيدة أزاي سماتيتي كلمة أشارت فيها بأن مثل هذه الدورات تفتح آفاقاً جديدة للمشاركين وتزودهم بمعلومات تتعلق بقطاع الثروة الحيوانية والرعاوية وتدفع بالتنمية الاقتصادية في البلاد نحو التقدم أما المسؤول المكلف بالتقييم والمتابعة لمشروع الثروة الحيوانية في البلاد جيمادوم جيالتا أفاد في حديثه إلى أن معظم الأسر التشادية تمارس حرفة الرعي وهذا هو الدافع من تنظيم هذه الدورة وخلال افتتاح الورشة فقد أوضح الأمين الاقليمي لشهر الأوسط فلنتيمو سنغار بأن الإنتاج الحيواني والزراعي يشكلان حجر الزاوية في الأمن الغذائي في البلد كما أكد فخامة رئيس الجمهورية إدرس دابتنو بضرورة الاهتمام والتركيز في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعية ونشير بأن هذه الدورة التدريبية الخاصة بالرعاة تستمر لمدة خمسة أيام على التولي وتضم قرابة خمسون مشاركا من منذ الوشاري الأوسط أنهد أعمال الدورة التدريبية التي نظم اتحاد النساء الإسلام العالمي بتعاون مع منظمة بلدي أعمالها التي استمرت ثلاثة أيام لصالح النساء الرائدات تقرير أبدالله هارون مرح إن الدورة التدريبية التي نظمته لاتحاد النساء الإسلام العالمي في العكاد بالتعاون مع منظمة بلدي للتنمية لصالح النساء الرائدات بحدف تثقيفهن وتزويدهن بالمعلومات الخاصة بتربية الأبناء والمعاملة ما لغير جاء اختتام عمال الدورة التي استمرت لمدة يومين كاملين حيث استفدنا النسوة المشاركة من جمع معلومات حامة ومفيدة كالتي تتعلق بأحمية دور المرأة في المجتمع والتعامل مع زوجها داخل الأسرة هذا وقد استحلت المناسبة القتامية ببرقية الشكر للحكومة والمنظمات العاملة مدنيا كما رفعت المشاركات توصيات وقرارات إلى الحكومة والجحات المختصة من عجل النحوض بالمرأة في جميع المجالات الاجتماعية والقدمية أما مدير منظمة بلدي للتنمية فقد أسنى على النساء المشاركات في الدورة وتحملهن في تلقي المعلومات الأساسية نعرف قيمة هذه المرأة ومكانتها في هذا المجتمع لأن المرأة هي كل شيء بالنسبة للمجتمع هذه الزوجة تكون بجانب الراجل وتوفر لها سبل الراحة بعد ما ولتها واحتمت بها لكي يوطي وينتج ويقدم خدمة لهذا الوقت بدورها الأمين العام لاتحاد النساء الإسلام العالمي فرعي كادة البتول زكريا هنعت أيضا المشاركات في الدورة وأكدت على حرص الاتحاد بالسعي لاستغلالية المرأة والرقيبها اجتماعيا وثقافيا مطالبة من حنة تطبيق كل ما تلقاه من معلومات على أرض الواقع